أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة التسعة والعشرين من قوافل ستر وعافية بمركز فرشوت التابع لمحافظة قنة تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للأهالي وذلك بمشاركة سبعة عشر كيانا من كيانات التحالف حيث تشمل قافلة طبية متعددة التخصصات للكشف والعلاب والمتابعة وقياس النظرات الطبية والضغط والسكر بالإضافة إلى تركيب أجهزة تعوضية كما تتضمن القافلة توزيع المواد الغذائية واللحوم بجانب إقامة معارض للملابس وأغطية للشتاء ومصرح للعرائس وكرنفال للأطفال بالإضافة لفصول إعادة تدوير وترشيد استهلال وغيرها من الأنشطة